يمكن دكتورة ماي أنا كنت أقصد بالتحديد شخصيات الحارق اختلفت في السينما المصرية أو كانت تقدم في السينما المصرية زمان عن الآن تماما يعني إحنا عندنا تصوراتنا عن ابن البلد ابن البلد القديم في الأربعينيات وفي الخمسينيات لم يعد هو ابن البلد اليوم أنواع المهن اللي بيمتهنها ابن البلد زمان غير ابن البلد النهاردة اللغة المستخدمة طموحات في الحياة الأخلاق الأخلاقيات بصفة عامة يعني بنتكلم عن الشهامة عن الجدعانة عن يعني قيم من هذا القبيل في الأفلام القديمة يمكن بتختفي أو بتتورى في الأفلام الأحدث وده كله حراك اجتماعي يعني متوقع ما فيش مجتمع بيبقى على حاله وبالتالي بنشوف أنه السينما بتعكس الواقع ده بشكل يعني بتترجمه بشكل جيد طيب أنا طبعا عايزة أتوقف عند الجائزة الكبرى اللي خاتيها في الفترة اللي فاتت وهي وسام الفنون والأداب من فرنسا والله أنا نفس المفاجأة وكنت سعيدة جدا أني أحصل على الوسام ده لأنه وسام شهير وعالمي يعني بيتم منحه طبعا للفرنسيين بالأساس إنما في عدد من غير الفرنسيين يحصلون عليه سنويا وليه رتب مختلفة فأنا برتبة فارس وكان يعني أحد الأوسامة اللي أسس ليها شارل دو جول في الخمسينيات فأنا كنت سعيدة ومتفجأة بيه وفخورة لأنه يعطى لكاتبة عربية وليمجاز الثقافة ما الجهة اللي بتمنحه؟ وزارة الثقافة بالحكومة الفرنسية طيب وكيف يأتي الترشيح يعني عايزة أقول إيه مقوماته؟ الترشيح عادة بيتم لو كان خارج فرنسا بيتم عن طريق السفارات الفرنسية في دول العاملة المختلفة ومش بالضرورة مصر من يعني مشتركة في منظمة الفرنكوفونية بس يعطى أيضا في دول غير مشتركة في منظمة الفرنكوفونية ويعطى أيضا لغير الفرنكوفونيين فأنا بالصدفة طبعا فرنكوفونية لكن كمان يعني الأساس كان النشاط الثقافي الإبداع الكتابة العمل الأكاديمي والنشر بعدة لغات في المجال الأكاديمي أعتقد أنه الترشيح كان بناء أيضا على يعني مشروع التديته في مصر هو بيت التلمساني وممكن نتكلم عنه لاحقا فكان فيه يعني عدة عناصر كده قدت للترشيح إنما ما بعملش حاجة من جهتي أنا للتقدم لهذا الوسامي يعني هي السفارة الحقيقة هل في حد يعني من المصريين حصل عليه من قبل؟ آه يعني أسماء كبيرة الحقيقة وأنا فخورة أن أنا أكون جزء من الناس اللي حصلت على مثل هذا الوسام مؤخرا المنتجة الشهيرة ماريان خوري إنما دكتورة هودا وصفي حصلت عليه كتاب من مصر أيضا حصل عليه يعني بس هو لأنه إبداع المرأة حضرتك تكلمتي في المخدمة عن ده هو يعتبر أعتقد أنه ممكن يكون لأول مرة روئية مصرية تحصل عليه يعني أنا كنت سعيدة لأنه اعتراف بالأدب العربي واعتراف بالأدب المصري يعني مبروك وده شرف لنا كلنا طبعا ترجمة نانسي قنقر